لا شك أنه الشيء اللي حابب نحنا من هون نقول أنه سمعنا كلام آخر كم يوم على عملية توجيه لبنان بغير اتجاهاتي اللي تعودنا لها نحنا طول أهمية لبنان أنه نحنا بمركز التواصلة بين الشرق والغرب لبنان لا يمكن أن ننوم طرف خارجي على وضعنا الاقتصادي والاجتماعي السيئي اللي وصلنا له فيها المنظومية اللي حاكمتنا من سنة 92 أخدت كل فرنج موجود بجيابنا وبحساباتنا لكن اليوم أنه تنروف طرف تاني أنا بعد في حول مصاري على البلد إذا فتحوا الحساب اسمه فرش ماني بس السؤال اليوم الوضع اللي احنا وصلنا له فيه ما حدا عن نمنع تحويل المصاري بس ما بقى فيه ثقة بهالنظام الموجود عننا بجناك العالم ما بقى عم تدعم هالبلد ولما نحنا منيجي منقول فينا نروح على غير بلاد تتساعدنا أهلا وسهلا فيه بكل بلاد بس نحنا ما حان غير طريقة اقتصادنا ومعيشتنا بس حتى بالآخر نقدر نلعب سياسي إقليمية نحنا بالنسبة لإلنا موضوع الاقتصاد موضوع كتير مهم الدولار موجود بس ما بقى موجود بحساباتنا نحنا بلد نرجع منقول منا نفلسين نحنا بلد منهوب لأنه إلنا ثلاثين سنة عم نتعامل بشكل وعم نعيشونا بحالة أكتر بكتير كلفة ما نحنا عم ندفع بس ما حدا قالنا وما حدا نبهنا على الموضوع وصلنا لمرحلة اليوم أنه ما في عنا حسابات ما في عنا دولارات نتعاطى فيها اليوم نحنا يلي عم نشوفه هالبلد فينا نشتل مع بعضنا وهيدا الكلام يلي حكيناه مع سمحته وسمحته أكد الكلام يلي كتير مهم أنه نحنا منا مهزومين نحنا منا ضعاف نحنا هيدا الكلام أنه الطائف السنية طائفة محرومين وبالآخر مستضعفين لا أبدا بس أهم شيء ما السياسين يأنعونا أنه نحنا وصلنا لها المرحلة ويكون تفكيرنا بهالإطار المفروض نحنا كلنا نشتل مع بعضنا لمصلحة الطائفة نعرف أنه في بعض سياسيين عم يجربوا بالآخر يعرضوا حالهم كبداية بالبلد خير وبركة هيدا خيارهم هن يحرهم بس نحنا بالنسبة لأننا كبلد وكطائفة مجبورين نظلنا بالآخر واقفين لأهلنا وشعبنا أهلنا وشعبنا بالآخر طول عمرهم عايشين بكرامة عايشين بكل احترام اليوم في عنا مشكلة هل يترى في مدارس لولادنا هل يترى في مستشفيات تاخد كبارنا لأنه بالنتيجة مصرياتنا مننا موجودة بالبلد يلي اتفقنا مع سماحته بالمنتدى وكل موجودين معنا اليوم أنه نواصل هالتواصل اللي بلاينا فيه بس كمان يكون الحوار مع الأطراف يلي ما متفاهم معه يكون الحوار منفتح لحتى نوصل الرسالة لما منشوف أنه في سوق إداء بأي مسؤول من الدولة إذا اليوم نحنا ما اعتبرين أنه التعينات اللي صارت تعينات ضد الطايف السنية ما في مانع ينقالها بالعلن وينقال لكل الأطراف يلي هي عم تحاول تلغي هالمعادلة القائمة أنه هالموضوع ما فينا نمشي فيها بس ليس هناك خوف من عملية أنه حرب أهلية بين السنة والشيعة بعتقد كل ياتنا دفعنا التمن كل ياتنا بنعرف أنه الطبقة السياسية اللي حكمتنا واخدت مصرياتنا متفقين علينا بالسياسة وبالاقتصاد ما يجرون بقى لعملية ويخوفون بها الموضوع خلينا كلنا نشغل بموضوع اقتصادي خلينا كلنا نشغل بموضوع رجع هالفلوس على البلد لأنه حرام هالبلد يكون عم يعيش بالمستوى المعيشي اللي نحنا عايشين فيه نحنا الأرقام اللي دعنا بالدراسة بتفرجي 85 مليار دولار هي قيمة الفوائد اللي اندفعت من 93 لسنة 2019 صح أنه عملية تثبيت سعر صار في الليرة اللي هو كان خطأ سياسي خطأ بس صارت والكل اللبنانيين استفادوا منها بس هو اللي بيشكلوا بين 18 والعشرين مليار دولار أين الفرق باستين خمس وستين مليار دولار يلي دفعوا زيادة عن ما هو كان السوق العالمي بدفع الفوائد مين استفاد منهم نحنا اليوم يلي عم نشوفه بكل القوى السياسية أننا عم نجرب نستعمل سعر صرف ليرة غير الالف وخمسمية لحتى نخفف من الرقم الكبير ونقول بعد شوية لح نروح هنا المدعين وقولوا عطونا مصاري نحن نصردنا منكم هذه هي بالنسبة ليلي مسرحية خلينا نكون نحنا صريحي مع أهلنا نقول لهم الحقيقة نقول لهم أنه دحقنا عليكم كدولة من سنة 93 عيشناكم بعيشي أغلب كثير مدفعت وتمنى مثل بتروح انت على المنك بعطيه مصاري بياخذي تعميني كافيار كل يوم أخينا ما بيأكل كافيار بس بالأخذ عم تعطيني ليش باكلوا بس بمرحلة قال لي بس أنا كنت عم بصرف المصريات مشبور كنت تقلي أنا بقل لك بالأخر إذا أنا بمشي بها السياسة القولة السياسات التي كانت موجودة خاطئ بس هون نحنا ما فينا نحط الفقط بس المسئولية على الطبقة السياسية المنظومة التي حكمتنا لأنه كلها تفات فيها بما فيها البنك المركزي بما فيها المصارف وبتمنى أنه السياسيين ما يجربوا ياخدوا الملامة ويحطوها فقط على القرار السياسي لأنه هذه منظومة كاملة ومصرياتنا نحنا عطيناها للبنوكي يلي فاتت بالمنظومة نحنا ما عطيناها للدولة بقرار هنه باستعمال مصرياتنا مع الدولة تيزيدوا أرباح هن ويزيدوا الفوائد تبع هنه مسؤولين مثل ومثل الدولة نتمنى أنه نخلص من عملية بالآخر الهجمي فقط على الوضع اليوم كنا نتمنى لما نشوف في خطابات بدأ تأخذنا لطريقة معيشة وباتجاهات مختلفة يكون كان في موقف أساسي من هنا على كل حال هيدا موضوع ورانا خلينا نفكر اليوم كيف بدنا نشتغل مع بعضنا بدنا نمنع الفتنة الطائفية المذهبية لأنه نحنا اليوم ادفعنا تمنى قمسة عشر سنة وخراب هذه البلد والمستفيدين هنه قلة يلي هنه يحكمونا من سنة 93 بكفيها المسرحية الموجودة فينا خلي فعليا نشهر لمصلحة وطننا هالبلد حرام الطريقة الي عايشين فيها هالبلد يبينعاش فيه هالبلد منه مفلس بس هالبلد منهوب ترجمة نانسي قنقر